موسيقى 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 في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال بإدارة الشريك الاستراتيجي الدكتور المميز حسن البحراني لإدارة هذه الجلسة أود أنه نوه شيء بسيط بتواجد العلامة الكبير دكتور نزار سامي أولا هذا المؤتمر هو منبثق من من مبادرة الخليجية العربية اللي أطلقتها عام 2020 وفلال خبراتي خنقول المتراكمة لسنوات عديدة أكثر من 30 سنة أسست هذه المحاور وأحاول كثر ما أقدر أطور هذه المحاور سنة بعد سنة لإدخال يعني محاور جديدة ومن المحاور الجديدة اللي أدخلتها هو دور الإعلام في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال الدور الإعلامي دور مهم جاذب يعني لا الدور القوي كذلك في رفع معنويات وتمايز المبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال وتسليط الضوء على منتجاتهم وعلى مخرجاتهم وهذا أمر يعني جدا جدا مهم تفضل دكتور حسن أتمنى دكتور جمال بنون حصل حادث بسيط يعتذر ويود أن يشارك قدن في نفس الوقت رح يأخذ مكانه علي بيضون دكتور علي بيضون رح يأخذ مكانه و عندك الأجندة دكتورنا فنشوفكم وين أمل وين أحمد مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية وشكرا دكتورة هنادي على هذا المؤتمر اللي دائما أتشرف بالمشاركة في هذه السنة الخامسة على التوالي بالمشاركة سواء خليجيا عربيا أو دوليا دكتورة هنادي غنية طبعا عن التعريف في مجالات ودعمها للابتكار وريادة الأعمال مثل ما ذكرت الدكتورة راح أدير هذه الجلسة للمحور السابع وهو دور الإعلام في منظومة الابتكار وريادة الأعمال إن شاء الله راح يكونون معاي في هذه الجلسة الأستاذ أمل الأحمدي رئيسة منصة بصمة سمايا الإذاعية من المملكة العربية السعودية كما أيضا راح تستمعون إلى الأستاذ أحمد سالم وهو رئيس جريدة الشرق من دولة قطر الشقيقة بالإضافة كما ذكرت الدكتورة اعتذر معنا جمال بنون من المملكة العربية السعودية أنا بشوف إذا الأستاذ أمل موجودة معنا أستاذ أمل إذا تسمحين يا هلا أستاذ أمل يعطيت ألف عافية لت عندك الوقت الآن وإذا تقدرين تسوي نشير سكرين لعرض العرض التقديمي والمايكلت بسم الله الرحمن الرحيم والصوت السعر مع شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا والنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أول شيء اتشرفت بالانضمام لكم اليوم لثاني مرة على التوالي شكرا لك دكتورة هنادي على تحت فرصة لية للانضمام معك في المؤتمر والشكر موصول لجميع الزملاء والزميلات اليوم بإذن الله عز وجل راح نتكلم عن دور الإعلام في دعم منظومة الإبتكار وريادة الأعمال إذا إذا نحن نتكلم عن الإعلام ودوره في منظومة الإبتكار لازم نعرف أن الإعلام بلعب دور أساسي ومحوري في دعم وتعزيز منظومة الإبتكار من خلال تسليط الضوء على القصص الملهمة للمبتكرين والرواد إحنا بنعرف دائما أنه كثير من الرواد والمبتكرين في أرجاع العالم في شكل عام الإعلام هو الوسيلة اللي بينشر إبتكاراتهم وهو الوسيلة اللي بيسلط الضوء على القصص اللي هما بيمروا فيها وبيخرجوا لمرحلة الإبتكار والإبداع أيضا الإعلام بيعمل على عملية نشر الوعي بأهمية هذه المنظوم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الاقتصاد بيعتمد كثير على مسألة الإعلام الإعلام بيعمل دور كبير في رفع هذا الاقتصاد وإحنا عندنا تجربة فريدة من نوعها في المملكة العربية السعودية اللي هي كرؤية عشرين ثلاثين الإعلام صلت الضوء على كثير من الإبداعات وكثير من الأفكار اللي بدأت المملكة بتصليط الضوء عليها وبدأت المملكة بنقل السعودية من مرحلة يعني مقبل رؤية عشرين ثلاثين إلى مرحلة ما بعدها كل هذا الإعلام صلت الضوء عليها وعطانا فكرة يعني كبيرة عن هذه الرؤية من خلال تصليط الضوء الإعلام طيب الإعلام كحاضنة للأفكار الإبتكارية أول شي لازم نعرف أنه الإعلام يعتبر هو بوابة للإبداء ليش؟ لأنه الإعلام بيوفر منصة بيعرض فيها الأفكار الجديدة والإبداعية إحنا بنلاحظ عندنا إحنا الإعلام بشكل عام إحنا مو بس الإعلام التلفزيون ولا الإعلام الإذاء إحنا الإعلام حتى وسائل التواصل الاجتماعي السوشال ميديا بشكل عام الآن أصبح تصليط الضوء على أشياء كثيرة قد أحيانا أن الإعلام يقصر فيها والتفاعل ما بين المجتمع والجمهور مع وسائل التواصل الاجتماعي آطى مساحة كبيرة لهذه الوسائل فأصبح يسلط الضوء على كثير من الأفكار إحنا عندنا مسابقة قبل تقريبا شهور اللي هي مسابقة إسف الدولية للألوم والهندسة يمكن التلفزيون ما ركز عليها كثير أو ما عرضها بشكل كبير لكن لو لاحظنا وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن هذه المسابقة بإسهاب كبير وعرضت الفائزين والابتكارات اللي ابتكروها إذن وسائل التواصل الاجتماعي تويتر والإستجرام والسناب هذه كلها لعبة دور كبير في أنها تعرض هذه الأفكار اللي بيعمل عليها الشباب أيضا بنلاحظ أنه الإعلام بيمكن الرواد بيسلط الضوء على مين على الأفكار المبتكرة الأفكار الغريبة الأفكار المميزة هذه ما تظهر في أي مكان ولا تظهر بشكل يعني سريع لكن بتظهر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بتظهر من خلال الإعلام بيسلط الضوء عليها وبيظهرها للجمهور التفاعل والتواصل من خلال منصات الإعلامية يتمكن المبتكرون من التواصل مع الجمهور أنا كمبتكر أو أنا كشخص مخترع أنا ما أقدر أتواصل مع الجمهور وأرض الابتكار اللي عندي إلا من خلال إحدى وسائل التواصل الاجتماعي والآن يعني وسائل التواصل الاجتماعي ما أصبح فقط التلفزيون التلفزيون السوشال ميديا الإذاعة الصحف كل الانترنت بشكل عام أصبح وسيلة برضه بيعرض فيها التفاعل اللي ما بين الجمهور وما بين المبتكر الإعلام كمنصة لتسويق المنتجات والخدمات الناشئة بنشوف إحنا كثير من الإعلاميين أو ممكن نقول اللي بيعملوا في ممكن نقول الشخصيات المؤثرة في السناب في التيك توك في التويتر هذول يعتبروا من الأشخاص اللي بيسوقوا للمنتجات والخدمات الناشئة الأسر المنتجة الإبتكارات الصغيرة الأشياء البسيطة ما يقدر الشخص يعني يسوق لها بطريقة مثلا يعني إحنا بنعرف أنه التسويق أصبح غالي ما أصبح بالأسعار اللي ممكن أي شخص عنده مشروع وإن كان مشروع صغير ممكن أنه يعرضه فبالتالي يضطر أحيانا أنه ما يؤرض الابتكار حقه والاختراع حقه ولكن من خلال هذول الشخصيات المؤثرة اللي أصبحت ترى وسائل التواصل الاجتماعي هي المنصة حقتها بدأت تأرض هذه المنتجات وهذه الخدمات اللي تعتبر أشياء بسيطة وناشئة لسه في بدايتها فنعرف أنه الإعلام بيعزز الثقة الظهور في وسائل الإعلام يساعد المشاريع الناشئة على زيادة مصداقيتها وكسب ثقة المستهلكين أنا لما أجي أظهر في وسائل التواصل الاجتماعي أظهر في الإعلام إذن معناها أنا حملت مسؤولية كبيرة المجتمع أعطاني يعني مسؤولية أني أنا لازم يكون عندي يعني أكسب ثقتهم وبالتالي لازم أنا أحقف شيء مميز ويكون المنتج حقي والابتكار حقي فيه نوع من المصداقية أنا ما أقدر أتعامل من خلال الإعلام وأنا ما يكون عندي هذه المصداقية وإحنا شفنا كثير أو في الغالب كثير من ممكن نقول المنتجات أو الخدمات هبطت أو انتهت لأنه ما كانت موجودة المصداقية عند الشخص صاحب المنتج مع الجمهور بناء الإعلامة التجارية من خلال التقطيع الإعلامية تتمكن مشاريع الناشئة من بناء صورة ذهنية قوية لعلامتها التجارية أنا لما أظهر كصاحب منتج أظهر من خلال التقطيعات الإعلامية تمام أنا أستطيع أني أنا أبني صورة عن هذه العلامة اللي أنا بدأت فيها من خلال التجاوب اللي بيكون من خلال المجتمع معايا لما يصير التجاوب إذن بالتالي أنا أقدر أعرف أو أكون صورة ذهنية عن هذا المنتج وهل هو أقدر أنا أطوره أو هذا المنتج اللي يحتاجه الممكن نقول الشريحة اللي أنا مستهدفتها الوصول للسوق صاحب منتج ما يقدر يوصل للسوق إلا من خلال الإعلام وزي ما قلنا سابقا الإعلام ليس فقط التلفزيون الإعلام بشكل عام كل ما يستطيع أن يصل بالمنتج أو بالمخترع أو بالمبتكر إلى الشريحة أو إلى المجتمع فبالتالي الإعلام يساعد هذه المشاريع الناشئة على أنهم يوصلون لقاعدة العملاء بطريقة فعالة وسريعة ولحظنا كثير في السناب يعني شيء بسيط ولكن حصل على مشاهدات وعلى استجابات عالية جدا بس مجرد بس مجرد أنه ظهر في السناب أو ظهر في التوك توك أو في الاستقراب فبالتالي بيعمل بصورة جدا قوية مع المنتج طيب الإعلام كوسيلة لنشر ثقافة ريادة العماء الآن يعني احنا بنشوف الغالبية يعني اتجهوا لمسألة الاتجارة أو اتجهوا لمسألة المنتجات أو الابتكارات أو الاختراعات ليه ليه فجأة أصبح طالب في مارحة الثانوية يبغى يبتكر له شيء معين أو يفتح كوفي أو يفتح منتج جديد يبدأ يخترعه تمام علشان يظهره إلا من خلال الإعلام الإعلام بدأ يحفز بدأ يظهر مبتكرين يظهر ناس مخترعين يظهر ناس رواد في ريادة العماء حصلوا على المراكز الأولى في ريادة العماء من خلال بدايات بسيطة فبالتالي هذا حفز شريحة الشباب لأنهم يبدأوا يدخلون في مجال ريادة العماء بناء المجتمع من خلال تصليط الضوء على المبادرات الإعلام أصبح بشكل مباشر يأرض مبادرات يأرض مخترعات ابتكارات أشياء جديدة الابتكارات بسيطة حتى لو كانت الابتكارات هذه في القهوة فأصبحت هذه الابتكارات تصليط الضوء فبزز الإعلام روح التعاون والتشارك صار فيه نوع من التشارك ما بين الاستثمار وما بين هذه المنتجات أو هذه الأفكار اللي بيظهر عند الشباب أو عند أي شخص في المجتمع التوعية والتثقيف الإعلام ساهم أنه ينشر المعرفة حول ريادة العمال مش ريادة العمال أني أنا بس مجرد أخترع وينتهى الموضوع مش الهدف من ريادة العمال أني أنا أكسب فقط ولكن صار الإعلام بينشر معايير معينة مبادئ معينة يعرف الجمهور إيش هي ريادة العمال إيش التحديات اللي فيها أنا مش اليوم أدخل بخمسين ريال أنا معناها لازم نهاية الأسبوع حتى يعني حكسب ألف ريال لا إذن بالتالي أصبح فيه توأية في مجال الإعلام دور القدوة الإعلام يصلت الضوء على قصص نجاح هذه قصص نجاح أصبحت تشكل حافز للأفراد أنا كمشاهد لما أجي أشوف في الإعلام يعني ملتقين مثل برائد من رواد العمال أنا بالتالي لما أنا أشوفه بيصير عندي التحفيز لما أنا أسمع الأفكار اللي بدأ فيها وكيف بدأ ومن فين نقطة الصفر اللي بدأ فيه إذن بالتالي أنا بيحفزني على إني أنا أدخل هذا المجال طيب التحديات اللي تواجه الإعلام في داع منظومة الابتكار أول شيء القصور في التغطية غالبا بيركز الإعلام على القصص الناجحة لكن ما يهتم بالتحديات وإحنا هذا اللي بنشوفه إحنا بنشوف قصص لكن إحنا ما ندري يعني ما عندنا إدراك إيش بعد هذه القصص إيش قبلها إيش ساب إيش التحديات اللي مر فيها إيش المؤوقات كم مرة فشل هذا رائد الأعمال عشان يصل لهذا النجاح إحنا بنشوفه على طول ناجح لكن إيش اللي موجود الإعلام ما يظهره الافتقار اللي متخصصين نقص الصحفيين والمحررين ذوي الخبرة ما عندنا صحفيين أو محررين أو حتى مقدمين مختصين بريادة الأعمال والابتكار إحنا بنشوف مقدم برنامج لكن إيش الإختصاص أموما يقرأ في ريادة الأعمال أو يقرأ في الابتكارات ويكون السئلة ويبدأ يقدمها لكن ما عنده الخبرة في هذا المجال ما عنده الخلفية الكافية في هذا المجال ما عنده الدراسة الكافية في هذا المجال عشان يقدر يتناقش ما نشوف برامج خاصة بريادة الأعمال ويكون نفس المقدم يعتبره من رواد الأعمال التحيز والنمطية إشارة السلبيات ونمطيات حول رواد الأعمال والمبتكرين وباللاحظ أنه دائما إحنا يعني ما نسمى إلا السلبيات الأشياء السلبية في رائد الأعمال ما نتكلم عن إيجابيات وما ندرك إش هي الإيجابيات اللي مر فيها وين وصل بالضبط إش الأشياء اللي يعني ممكن نقول عادت عليه من دخوله في ريادة الإعلام طيب طيب الخلاصة الإعلام يؤدي دور حيوي ومحوري في دعم منظومة الابتكار وريادة العمال من خلال تسليط الضوء على القصص المرهمة وتعزيز الوعي بأهمية المجدى هذا إحنا ما في أي شك فيه بنشوف إنه لازم الإعلام بيكون عنده تسليط قوي على منظومة الابتكار وريادة العمال لازم يكون عنده بناء قدرات الإعلاميين ضروري إنه إحنا الإعلامي إذا كان هو يبغي يتحدث عن الابتكار وريادة العمال إذن بالتالي ضروري إنه أنا أزود بالمعارف والمهارات المتخصصة في الابتكار وريادة العمال التركيز على الجوانب الشاملة لقل قصص النجاح والتحديات بشكل متوازل ما ينفع إني أنا أجعل أتقدم وأقول على رائد الأعمال إنه هو إنسان ناجح وإنه يعني ما أعطي القصة كاملة إحنا لازم كمشاهدين أو كمستفيدين لازم أنا أشوف الصورة الشاملة كاملة تماماً من نقطة الصفر إليه ما وصل للنجاح التحديات العقبات الإخفاقات القصور العقبات اللي مر فيها كلها أنا كمشاهد من الحقي اللي أنا أعرفها من خلال الإعلام لازم يبنى شراكات استراتيجية بين الإعلام ومنظومات الابتكار عشان أنا أحقق أهداف مشتركة ما ينفع إني أنا فقط الإعلام يتحدث عن بس مجرد قصص نجاح لكن ما في أي نوع من الشركات الشركات الإعلامية أو شركات رواد الأعمال لازم يصير في شراكة مع الإعلام مو بس مجرد إني أنا فقط أنا أعرض ريادة الأعمال وانتهى الموضوع لازم أنا أتشارك مع الإعلام في إني أنا أقدم منتجات إني أنا أقدم برامج إني أنا أقدم أفكار إني أنا أقدم استثمار هذه كلها لازم يكون في نوع من التعزيز ما بين الإعلام ورواد الأعمال يطركم العافية وشكرا لحضوركم إذا كان في أي سؤال أو استفسار أنا تحت أمركم شكرا لأستاذ أمن الأحمد أكدتها على دور الإعلام وأهميته في تسليط الضوء على المبتكرين وريادة الأعمال أكدت على دورهم في زيادة الوعي وأهمية الإعلام وريادة الأعمال والابتكار في الاقتصاد ونمو وأيضا أكدت على دور الإعلام كحاضنة في تمكين رواد الأعمال وهو بوابة للأبداع من خلال التفاعل والتواصل من خلال وسائل الإعلام المتعددة أيضا أكدت على أهمية التسويق لرواد الأعمال ودور الإعلام في هذا الجانب نشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع وبين المبتكرين لأن في الغالب المبتكرين لا يملكون مهارات رواد الأعمال ونحتاج إلى هذه الثقافة أن تنتجر واستخدام الإعلام وسائلها أيضا لخصتي في التحديات التي تواجه رواد الأعمال وركستي على دور الإعلام في زيادة الوعي للتحديات ليتفاداها رواد الأعمال أو الجدد من رواد الأعمال أيضا تكلمتي على بناء قدرات الإعلام من خلال الوسائل المتعددة شكرا دكتورة أمل على هذا العرض التقديمي المميز وسجلت معا توصياتكم من خلال عرضكم التقديمي أنتقل الآن إلى المتحدث في هذا المحور أيضا الأستاذ أحمد سالم الأستاذ أحمد سالم معنا إذا قادر أني أشوف ثواني أستاذ أحمد ما أدري إذا من ضمن المتحدث قد يكون بيض موجود رواد الأعمال اللي ما يتجهون في بناء أعمالهم تماشيا مع رؤية الدولة وخططها الاستراتيجية على سبيل المثال هل الدولة تركز على قطاع الصناعة هل الدولة تركز على قطاع التكنولوجيا وكيفية دمج التكنولوجيا مع الصناعة هل هم يتجهون إلى الميديا ما رايش دكتور من جانب الالايمنت أو التنسيق أو إسقاط رواد الأعمال والمبتكرين على استراتيجيات الدولة وخططها التنموية أستاذ أمل أول شيء لازم نعرف أنه كل دولة لها توجهاتها معينة والتوجهات هذه بناء أو وفق ممكن نقول التوجهات العام الاقتصاد العام فأنا كرائد أعمال يعني إذا أنا يعني إحنا خلينا نجيبها بطريقة مبسطة أنا أبغى أكسب تمام وأبغى مردود مالي بالنسبة عني وفي نفس الوقت أنا أبغى يكون لي بصمة ولي اسم فإذا أنا أبغى أكون تقليدي بمعنى أمشي مع الأشخاص أو مع الناس حسب اللي موجود إذا بالتالي أنا هكون تقليدي وربما المكسب بالنسبة لي يعني ما يتجاوز 20 أي 30% هذا إذا يعني كحد أقصى إحنا ممكن نقول لكن أنا يعني رائد أعمال وأرغب بأنه أنا يكون لي بصمة وفي نفس الوقت أنا أكون غير تقليدي وهذا المفترض من رائد الأعمال أنه يكون غير تقليدي لأنه إذا كان تقليدي إذا بالتالي هو مور رائد الأعمال تمام رائد الأعمال دائما يأتي بالأشياء الغير تقليدية دائما تفكيره خارج الصندوق تمام فبالتالي أنا لازم أتوافق مع الرؤية أتوافق مع اتجاه الدولة أتوافق مع التوجهات الاقتصادية بشكل عام أنا ما أقدر أركز على الصناعة وأنا الدولة عندي زراعية وتركيزها كلها على الزراعة أنا ما أقدر أركز على مثلا ممكن نقول التدريب والأشياء هذه وأنا الدولة عندي ما عندها التوجه هذا في عملية التدريب وعملية التعليم وغيره إذن أنا لازم أتوافق مع توجه الدولة ثاني شيء أنا لازم أتوافق مع توجه المجتمع الأفراد المستهدف أنا بالنسبة لي الفرد هو المستهدف بالنسبة لي إيش اللي يحتاجه إيش اللي يبغاه بالضبط أنا ممكن حتى هذا المستهدف أو الفرد أنا أقدر أنقله معايا خارج الصندوق يعني عندما أنا أفكر بشيء غير تقليدي الفرد هذا سينتقل معايا غير تقليدي بالتالي أنا برفع درجة الوعي عنده لكن لما أنا كمستهدف وأريد أنه كل شيء عندي عادي درجة الوعي عندي ستصير عادي كل ما أنا رائد أعمال غير تقليدي ارتفعت بدرجة الوعي للمستهدف للأعلى بتفكيري خارج الصندوق بإنتاج أو إظهار منتج غير تقليدي إذا بالتالي هذا الفرد سيرتفع معايا وبالتالي أنا بتوجه مع الدولة وبتوجه مع الفرد ما في صوت أحسنت يا أستاذ أمل أيضا في محورنا بنفس المحور لليوم الأول لهذا المؤتمر تطرقنا على تعدد وسائل الإعلام الحديث وتحدثنا على أيضا وسائل الإعلام الحديث وكيفية أن تمكن رواد الأعمال لوصول لوصولهم لفئات ما كان بالإمكان وصولهم في الوسائل التقليدية إش رايش في دور الإعلام الحديث أستاذ أمل وين ممكن يودينا في قادم الأيام الإعلام واسعة الإعلام غير محدد يعني إحنا لو نتكلم من التسعينات والسبعينات والثمانين كان الإعلام عبارة عن تلفزيون وإذاعة بدأ يتطور الآن أصبح الإعلام هم الشخصيات المؤثرة سناب تيك توك إنستجرام يعني الفيسبوك هذه كلها أصبحت إعلام بالنسبة لنا فبالتالي أنا كرائد أعمال أنا ما أستهدف تلفزيون ولا أستهدف إذاعة لكن أنا أستهدف كل وسائل الإعلام حتى الآن أصبح حتى تصليط الضوء على التك توك هو يعني ممكن يعني في الغالبية بيشوفوا إنه كنوع من الترفيه لكن برضه أصبح كوسيلة لنشر أي منتج لرواد الأعمال حتى أصبح رواد الأعمال أصبحوا يدخلون على هذا الوسيل فبالتالي الإعلام أصبح يعني في مستوى ينقلنا يعني ما له حدود فعليا ما له حدود وهني بالضرورة نوجه أيضا توصياتنا لرواد الأعمال والمبتكرين على توجهاتهم في الدخول على سوق العمل ما هي التخصصات القادمة على سبيل المثال لكل عارف أن التكنولوجيا الحديثة الرقمية بدأنا ندخل في البلاكشين بدأنا ندخل في النتووركينج وتخصصات دقيقة جداً بإمكان توفير تكلفة أعمالهم لوصول منتجهم أو خدمتهم إلى السوق هل تعتقدين اليوم رواد الأعمال لازم يمكنون من هذه التخصصات يكونوا عارفين فيها ومدى ارتباطها في نجاح أعمال أستاذ أمل طيب أو التخصص هو الآن اللي ماشي فهذه النشر ما أصبح من مرحلة الجامعة صار من مرحلة الابتدائي أصبح الآن توجه الأطفال في مرحلة أنه يدخلون على الأيبادات يدخلون على اليوتيوب يدخلون على تطبيقات إحنا يعني الكبار ما زلنا نسا نتعلم منه فهذا التوجه دليل على أنه صار توجه يعني برمجي توجه تكنولوجي صار التوجه صار في الحاسبات في التطبيقات فصار الآن العقلية مختلفة تماما ما صار العقلية أنه أنا بدخل تخصص هندسة بدخل طب بدخل تخصص عادية لا الآن أصبح أنا أبغى أتخصص شيء يعني داخل شيء معين شيء مميز شيء مبتكر سأنتي أستاذ أمل كنت رئيسة لمنصة سماية الإعلامية هل تعتقدين اليوم هذه المنصات بدأت تصل لرواد الأعمال وهل هناك رابط مشترك بين رواد الأعمال والمبتكرين مع منصاتكم الإعلامية وشن خبرتك في هذا المجال مع المبتكرين شنو شفتي من قبل المبتكرين ورواد الأعمال طيب إحنا من خلال منصتنا يعني بنستقبل المبتكرين في مجال محدد إحنا في مجال الإلقاء والخطابة هذا التخصص حقنا فإحنا عندنا معلقين صوتيين عندنا شخصيات إعلامية بيدخلون في المنصة لسا يكونوا في بدايتهم فإحنا كمنصة نعمل على وضعهم على اللاين الأول اللي يبدأون منه يوصلون للأهداف تبعهم العلاقة ما بين المنصة ورأي الأعمال في اعتقادي أنه ما هو بالمستوى العالي تمام يعني ما أوصل لسا للمستوى العالي بمعنى أنه حتى المستثمرين ما في ارتباط ما بين المستثمر والمبتكر يعني يتعب المبتكر عشان يصل للمستثمر إلا من خلال المؤثرين يعني أنا كمبتكر لشيء معين أنا ما قدر أوصل للمستثمر إلا من خلال يعني المؤثر أو الشخصيات المؤثرة اللي بتطلع بالسناب اللي بتطلع بالتك توك هذول اللي ممكن يوصلون للمستثمر ولكن كمنصة إلى الآن أنا ما مر علي منصات في عملية ارتباط ما بين المستثمر وما بين الرائد الأعمال لأنه المستثمر يبغى شيء قدامه يبغى الفايدة يعني في غالبيت المستثمرين ما يؤمن بمسألة أني أنا أبغى أمشي معك تمام ومؤمن أنا بقدراتك يبغى شيء لأرض الواقع فإلى الآن ما في ارتباط ما بين منصة وما بين يعني رائد أعمال يعني الموضوع شوي في صعوبة أحسنت أستاذ أمل ذكرتي من جملة التحديات واحدة من أهم الأمور في دور الإعلام هو تحديات رواد الأعمال أنا كوني مؤسس لمنصة سميناها تشبيك وهو تشبيك رواد الأعمال والأفكار ليستطيعوا جمع رأس المال الجري ولكن إلى اليوم ما شفنا تطور لدور الإعلام في أهم تحدي لرواد الأعمال وهو جمع رأس المال الحديث هل تعتقدين دور الإعلام في المستقبل القريب أو حاليا متجه إلى هذا الجانب أن الإعلام ينشئ منصات لتسويق أو عرض ابتكارات لرواد أعمال أو لبزنس موديل خنا سميهم ويستقدم الإعلام ووسائل المتعددة كمنصات لجمع رأس المال الجري حاليا لا الإعلام لم يصل للمرحلة هذه لم يصل أنه يقدم رأس المال الجري لم يصل للسا الإعلام مجرد فقط أنه يصل للضوء على المبتكرين ولكن برضو ليس أي مبتكئ يعني في شروط قد تصير تعجيزية عشان يصل للضوء عليها لذلك رواد العمال اتجه للمؤثرين في مسألة إظهار ابتكاراتهم أو الاختراعات حقيتهم لكن كإعلام لسا ما وصل للمرحلة هذه أنه يضع يعني كتسويق أو لربط ما بين مبتكر وما بين مستثمر أو إضافة المال الجري لا لسا ما وصل له ربما في القريب يعني قد يكون هذه من ضمن الأفقاء يعني اللي مطروحة ولكن ما زالت لسا قيدة طرح والله أنا أدعو جميع منصاتنا الإعلامية المشاركة في هذا المنتدى أو حتى متلقين والمستمعين لهذا المنتدى منهم يأخذون دور الإعلامي وهذا المنتدى وهذا الملتقى أحد أوجه دور الإعلام أنتم كنخب موجودين لإيصال هذه الرسالة أنا أعتقد أن اليوم لازم نسهل طرق رواد الأعمال والمبتكرين وأحدها جمع رأس المال الجري بالإضافة إلى تنسيق بين رواد الأعمال فمثلا هناك رواد أعمال لشركات التسويق هناك رواد أعمال لشركات خاصة في التكنولوجيا هناك رواد أعمال لشركات منتجات مبتكرة بآلية بآلية تسويقها وآليات توصيلها ممكن قصص ناجحة في الوطن العربي مثل بعض المنصات التي وصلت إلى ملايين الدنانير تم تسويقها وبيعها مؤخرا أنا أدعو جميع منصاتنا الإعلامية المشاركة في هذا المعتمر والمستمعين إلى الاهتمام على هذا التحدي وأعتقد رح يفتح لهم كمنصات إعلامية باب استثمار رابح وجيد لجمع رأس المال لرواد الأعمال أستاذ أمل تشرفت في إدارة هذه الجلسة معاك وما أدري بأخذ دكتورة هنادي إذا في أحد من المتحدثين دخل معانا شكرا شكرا أستاذ أمل خليني بس استأذن خلوني أعطيكم تجربة شخصية لشركة مسرعات الأعمال التكنولوجية أنا كوني كمؤسس لهذه الشركة المساهمة بعطيكم قصة قصيرة وأعطيكم دور الإعلام عندنا صحيفة اسم القبس سوت مسابقة لأفضل تطبيق إلكتروني في سنة من السنوات ومن خلال هذا التطبيق هذا الصحفي جمع أكبر قدر من أصحاب التطبيقات داخل الكويت وبالصدفة عمل لنا جروب سميناه جروب تطبيقات الكويت هذا الجروب تطبيقات الكويت بعد ما التقيت فيهم بقصد المشاركة مع مؤسسة إعلامية مثل مؤسسة القبس تم جمعنا للمشاركة لهذه المسابقة ولكن أنا استغليت هذه الفرصة وهذا الجمع بأنني أخذ عدد خمسين تطبيق أو مؤسس لتطبيق أو رائد أعمال لتطبيق لتأسيس شركة مساهمة وسميناها شركة مسرعات الأعمال وخليناها من مختلف المجالات لإعشان نسهل طريق رواد الأعمال ونعطيهم من خبراتنا ونكون مسرعة أعمال بالإضافة إلى جزء من مهام حاضنات الأعمال هذا جزء من دور مؤسسة إعلامية داخل الكويت وتجربة للأمانة استفت منها شخصيا في تكوين عمل أو بزنس خاص فينا كمؤسسين لهذه المنظومة بعطيكم دور آخر للإعلام من خلال مؤسسة أو شركة نفط الكويت وهذه المؤسسة ودور الإعلام فيها أعطاننا أو أتيح لنا المجال لجمع فريق عمل متخصص اللي استطعنا في الوصول إلى ميكنة عمليات فنية داخل هذا القطاع المهم والحيلوي داخل دولة كويت دكتورة هنادي معانا أنا شايفها بالكاميرا دكتورة هنادي أنا بشوفها أحد من المتحدثين موجودين اللي نعرف اللي نعرف أن علي بيضون عند المفتوى ما لو تحادي أنه يشارك بس خلينا ندخل نكلمة شرفنا أستاذ علي في هذه المداخلة والمحور الخاص في دور الأعلام مع رواد الأعمال و المبتكرين أستاذ علي بيضون تفضل لك المايك وعندك شير إذا تبي تحط أي عرق تقديمي شكرا أستاذ حسن شكرا من دكتورة هنادي للدعوة إلى هذا المؤتمر اليوم أتصور أنه أنا جزء من محور آخر ولكن المحور يمكن مترابطة كلها مع بعض ويمكن الدخول بموضوع التعليم مرة أخرى لأنه كان دوري أن أحكي بشكل خاص عن موضوع التعليم وريادة الأعمال والابتكار بهذا المجال فحارجع للموضوع السابق وكون عم بتكلم بتكلم فيه بالعكس أستاذ علي ترى التعليم أو دور الإعلام في التعليم هذا أحد التوصيات اللي قدمناها يمكن أمس وإنت اليوم تسهب معنا في دور التعليم وخلى المنصات الإعلامية تفهم أهمية التعليم مع رواد الأعمال فضل أستاذ علي نعم المواضيع المواضيع أتصور متدخلة جدا ولكن كمان وجهت مشكلة بعدم القدرة على تحضير يمكن البرزنتيشن لهذا المؤتمر ولكن استطعت أن أحضر موقع إلكتروني كامل متكامل عن ما سأقدمه الآن بخلال أقل من نصف ساعة من الوقت وحارجع لهذا الموضوع بخلال يمكن مدخلتي كيف تم بناء هذا الموقع الإلكتروني بأقل من نصف ساعة وما أهمية هذا الموضوع بالنسبة لرواد الأعمال وبالنسبة أيضا للطلاب يمكن وعن نحكي بشكل خاص على المستوى التعليمي أولا بشكل سريع تعريف عن نفسي عما علي بايدون رائد أعمال متواجد الآن بهولندا بأمستردام رائد أعمال لبناني كمت بماستر بريادة الأعمال من جامعة أمستردام وأيضا أنشأت شركتي كشخص اليوم عربي موجود بأوروبا أنشأت شركتي ضمن أمستردام وهي مؤسسة بقلب أمستردام من أكثر من أربعة سنوات ونعمل من خلال الشركة بمنطقة الخليج العربي راح أعمل شير للويب سايت اللي كمت ببنائه بخلال أقل من نصف ساعة واللي بدي أقوله واللي بدي أبتدي كلامي فيه تمام سواني هي قدرة الشخص على التركيز على أي صفحة عبر الإنترنت وعبر زيارة الإنترنت اليوم وهذا الموضوع هو موضوع مهم جدا بالنسبة لرواد الأعمال أنه اليوم عند التكلم عن أي موضوع مع أي أحد هل يمكن لهذا الشخص أن يركز معك وعلى صفحتك الإلكترونية بأكتر من ثمان ثواني ويجب الأخذ بعين الاعتبار عن ما نحكي بأي موضوع بالوقت اللي اليوم نحن عم نكون عم نحكي فيه والموضوع اللي يمكن عم نوصله للناس وبأي وقت عم نوصله للناس ومن هون بدأ نطلق لبناء المواقع الإلكترونية وعدم تطور خلال الثلاثين سنة الماضية من التسعينات إلى اليوم لم تتطور المواقع الإلكترونية وبناء المواقع الإلكترونية إلا عبر تطور الأدوات التي تسمح ببناء المواقع الإلكترونية ولكن اليوم بـ 2024 بس نطلع على أي موقع الإلكتروني منلاقي هناك العديد من الصفحات العديد من الكتابات الطويلة العديد من الصور وغيرها فالمتصفح عند زيارة أي موقع الإلكتروني يجد نفسه تائه بالكثير من المعلومات المقدمة لأه ومن ناحية أخرى لم يأخذ بعان الاعتبار على المواقع الإلكترونية اليوم لا تأخذ بعان الاعتبار بأن 99% من الناس تزور المواقع الإلكترونية من خلال الهاتف وليس من خلال الحاسب المحمول وليس من خلال الحواسيب في شكل عام فاليوم عند بناء أي موقع إلكتروني إذا كان موقع إلكتروني تعليمي أو إذا كان موقع إلكتروني لطالب يريد أن يرسم سيرته الزيتية عبر موقع إلكتروني أو موقع إلكتروني لرائد أعمال يريد توصيل فكرته إلى مستثمر أو إلى الناس أو إلى الزبون حتى يجب أن يأخذ معاني الاعتبار أن بناء الموقع الإلكتروني يجب أن يبنى بالتسعة وتسعين بالمئة منه لكي يكون يعمل بشكل جيد عبر الهاتف وليس عبر الحاسب المحمول وهذا ما لا يأخذه الكثير من الناس على على مستوى عالي عندما يبنوا الموقع الإلكتروني وهذا ما قمنا به كرويد أعمال نحن من خلال كتالوسايت كمنا بإنشاء مواقع الإلكترونية تشبه مواقع التواصل الاجتماعي فاليوم مثل هذا موقع الإلكتروني اللي أنا اليوم عم قوم فيه بخلال بمحاضرة الآن هو موقع الإلكتروني مبني من خلال بوستات كأنه أنا عم قوم ببوستات نزلها على الصفحات وأقوم ببناء موقع الإلكتروني يشبه مواقع التواصل الاجتماعي وهو متعود عليه الجيل اليوم من تصفح الصفحات على الانترنت وما أهمية هذه المواقع الإلكترونية اليوم على المستوى التعليمي وكنت يمكن عم تحدث بهذا الموضوع قبل أنا ودكتور هنادي أنه اليوم الطلاب ورواد الأعمال يجب أن يعلموا جيدا أهمية بناء المواقع الإلكتروني لأن أغلبهم يتوجهوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي ولكن بناء المواقع الإلكترونية مهم جدا لأن الموقع الإلكتروني وهو الشيء الذي سيسمح بتوصيلك للناس من خلال قنوات البحث مثل جوجل وياهو وغيره إذا لم يكن لديك موقع إلكتروني لا يمكن أن يتم الوصول عليك من خلال قنوات البحث ومن جوجل وغيره وستكون موجود فقط على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما قمنا به كتالوسايت واستخدام هذا النوع من المواقع الإلكترونية يمكن أن يستخدم كسفي للطالب كسيرة ذاتية ممكن أن يستخدم لعرض البورتفوليو والبروجيكت للطالب يمكن أن يستخدم لبيتش لكي يعرض فكرته للمستثمرين أو للزبائن المحتملين حتى يمكن أن يستخدم بعد التخرج إذا كان الطالب يقدم أي خدمات معينة أو يبيع أي بضاعة معينة أو حتى إذا كان أنهى التخصص ويريد أن يدخل في سوق العمل ويريد أن يبني موقع إلكتروني خاص به فاليوم أهمية وجود هذا النوع من المواقع الإلكترونية السريع البناء السريع التجديد يمكن القيام بتغييرات فيه بطريقة سريعة مهم جداً للطالب ومهم جداً لرائد الأعمال وأيضاً أهم ما بالموضوع اليوم هو قدرة وصل هذا الموقع الإلكتروني بـ QR Code يمكن أن يكون موجود بـ Business Card أو يمكن أن يكون موجود ببطاقة تعريفية عن هذا الطالب أو رائد الأعمال فعندما يلتقي بأي شخص يمكن للشخص بأنه يعمل سكان للـ QR Code الموجود عنده ويقدر ياخده على الصفحة الإلكترونية المعبرة عنه فاليوم ما أرد أن أصله من خلال المدخلة بناء المواقع الإلكترونية بالأدوات الموجودة اليوم ما زالت غير متطورة على مستوى أخذ بعين الاعتبار تركيز الأشخاص عن زيارة الموقع الإلكتروني ويجب الذهاب إلى مواقع إلكترونية تأخذ بعين الاعتبار أكثر ما يحبه الناس اليوم من عملية التصفح لأن الناس اليوم تحب عملية التصفح التي تشبه مواقع التواصل الأجتماعي وإذا يمكن بناء مواقع الإلكترونية تشبه مواقع التواصل الاجتماعي مثل الموقع الإلكتروني اللي لزق الصفح منه الآن يمكن أن يوصل الأشخاص لجمهورهم بطريقة أفضل وبطريقة أسرع وهيدا المداخلة السريعة اللي كنت اليوم حابب أن أعملها على مستوى المواقع الإلكترونية ويمكن التغيير اللي عم يصير على مستوى المواقع الإلكترونية وأهميته أهمية فهمه بالنسبة لرواد الأعمال أو بالنسبة للطلاب اللي اليوم عم ينتقلوا لسوء العمل وبحاجة لبناء مواقع الإلكترونية شكرا أستاذ عالي أنا صراحة جدا معجب بالفكرة المميزة اللي قدمتها في الموقع الإلكتروني كون أن أيضا المواقع الإلكترونية تستخدم في نشر المنتج أو الخدمة لرواد الأعمال أو حتى للمبتكرين وأعتقد أن النموذج اللي قد قدمها هو بناء على دراسة كيفية أن الـ UI أخي نقول User Experience شلون هو متعود على وسائل التواصل الاجتماعي وما تم تسويقه في الموقع الإلكتروني يكون مشابه لها فيكون قريب للمتصفح عدل أستاذ علي الصوت ميكروفونك مسكر أستاذ علي 100% ما طرحته أستاذ حسن هو 100% ما نريد إيصالة لرواد الأعمال أو للأشخاص لليوم يتوجهوا لبناء المواقع الإلكترونية ونحن المبتكرين إذا فينا نقول لهذا النوع من المواقع الإلكترونية نحن ما نبتكرنا هذا النوع من المواقع الإلكترونية يشبه مواقع التواصل الاجتماعي ونقوم بتطوير الأدوات اللازمة لإنشاؤه أحسنت أحسنت أستاذ علي في هذا العرض وأعجبني أنك حاولت تقدم ويبسايت سريع لمدة نص ساعة وقدمت شيء مبتكر وفكرة مميزة ممكن أن نستخدمها رواد الأعمال والمبتكرين دكتورة هانادي أنا شايفت ممكن قاعد تقشرين أو تقولين شيء يعني فكرة الموقع الإلكتروني هو خلط الموقع الإلكتروني ومواقع السوشال ميديا السوشال ميديا ما تحتاج لتان مواقع إلكترونية لعرض المحتوى لأن الموقع الإلكتروني هو موقع يحكس هوية أو البراند ما للشركات والهواد الأعمال ما يحكس كذلك خبراتهم وثقافاتهم أما البوست هو عبارة عن رسالة بسيطة نستخدم فيها التقنيات الحديثة للإعلان عن يعني مناسبة معينة للإعلان عن يعني خبر معين خبر صحفي خبر إعلامي معلومة يعني بسيطة ولكن الموقع الإلكتروني فعلا إحنا لابد أن أطفالنا الحين وشبابنا وشاباتنا وطلبتنا يعني يتجهون بأن كل شخص عنده البراند ما لا عنده الموقع الإلكتروني حتى يكبر مع هذا الموقع الإلكتروني وكل آكسز وكل ديماند طبعا الحين أصبحت المواقع الإلكترونية يتم تحديدها أو عملها عن طريق الإي آي بكل سهولة ويسر من الواحد بس يكتب موقع الإلكتروني عن شكله معينة وتطلع لك الصفحات الموجودة وانت تسوي إيديتينج وبعدين تحجز لك مكان في الدومين ومكان في السيربر وتطلع الموقع الإلكتروني طبعا الحين نحن نبدربط الكلام اللي قاله في موضوع الإعلام موضوع الإعلام موضوع جدا مهم تكلمت عنها المتميزة أمل وهذه على السنة الثانية ندعوها عندها منصة مهمة لرواد الأعمال والمبتكرين وكذلك كلامها صحيح فهذا ما شددنا عليه ونشدد عليه في كل مخور أعيدة إن المستثمرين عندنا أو حتى الفندد ايجنسي اللي هما جهات التمويل لأيا كانت تحتاج إلى فهم أو الوصول إلى تفاصيل الاختراع حتى تستثمر معا لا نشير أي شيء على المستثمرين ونلقل لهم عليهم ونقول إن المستثمرين ما يحبون المبتكرين هدف مؤتمرنا هو التزاوج بين المستثمرين والوصول إلى رواد الأعمال والمبتكرين عندما يمتزج المال مع الخدمات المميزة الابتكارية الرياضية إذن نستطيع أن نرتقي بمنظومة متكاملة الإيكو سيستم متكامل لدولنا الخليجية ودولنا العربية لذلك يعني من اللي يقع على عاطب الإعلام والمنصات هو الرسالة الإعلامية لأنه ما تلمسنا كذلك المبتكرين والمخترعين تجدهم يعني خنهوا يعني ما يعرفون يعبرون عن نفسهم أجد مجموعة منهم ينقصهم المهارات اللي جداً بسيطة مارسناها يمكن إحنا في حياتنا وإحنا طلبة ما يعرف على البوربوينت ما يعرف يسوي شير ما يعرف يقدم مختوى ما يعرف يختزل خبرته عشان يقدمها ما يعرف يختار التوبكس اللي قدمه في المناسبات طيب من سيعرف عن نفسه يعني من يعرف أنه الآن الموضوع على عاتق الإعلام يفترض الإعلام تكون لها عنده قوالب إعلامية يعني تخدم رواد الأعمال تخدم المستثمرين على سبيل المثال شاهدت في التلفزيونات العالمية أو كتا التلفزيونات العربية الخليجية لم أجد برنامج مخصص للإبتكار لم أجد لذلك أسست مجلتي ما تسمى جيسي تيكنو بارك جزء منها مرتكز منها هو مرتكز الإبتكار وعن المبتكرين وأأخذ براعات الاختراع اللي في المهد من الداتابيس العالمية وأحولها إلى مادة إعلامية بسيطة يستطيع المستثمر أن يقرأ فيها أن يتفاعل معاها وأن يطبقها فهذه كذلك من الأمور اللي يعني خليجية العربية اللي أطلق في عام عشرين عشرين لذلك دور الإعلام دور مهم نفس ما تفضلت فيه الأمل كذلك رسالتهم الإعلامية مهمة فيه هنقول إنهم يسوون ديكوريشن حق المبتكرين وسوون ديكوريشن حق المخترقين أستاذ أمل هل منتج برنامج متخصص للمبتكرين خلال المنصة مالتج؟ أول شيء الآن لسه صراحة ما عندي لكن عندي عملية استقطاب فقط للشخصيات تكون يعني يعني توجهها في التعليق وفي الخطابة وفي الإلقاء وفي المسرح توجه لهم يعني طي نعم اللي متخصصي قصدت في الجزء أي نعم دكتورة أمل أعطيك تشل عافية سجلت جميع التوصيات إن شاء الله راح أرسلها للدكتورة هندي في هذه الجلسة بما عطيتين أنت والأستاذ علي في دور منصات الإعلام المتعددة دكتور علي أخذ جانب متخصص في الوبسايت أنت عطيتين جوانب تحديات وأهمية دور الإعلام هذه التوصيات سيتم تقديمها للدكتورة هندي أنا كمدير للجلسة تشرفت أني أدرت هذه الجلسة كالعادة مع الدكتورة هندي وبإذن الله نتشرف أيضا في قادم الجلسات كمستمع معكم وأتمنى أن الجميع استفاد من هذا المحور المهم شكرا لك أستاذ علي شكرا لك أستاذ أمل وأتمنى للبقية كل التوفيق والاستمتاع والاستفادة من هذا المؤتمر الجميل الغني بالنخب من جميع التخصصات وهذا كله بفضل الدكتورة هندي اللي تعبت بالفترة الماضية وقعت تتعب خلال هذه الثلاثة أيام بالتنسيق والترتيب علشان تعطينا هذه الخلاصة تعطينا نتوركينج على طبق من ذهب أتمنى الاستثمار في هذا المؤتمر الجميل والرائع اللي بالنهاية يفيد جميع المبتكرين ورواد الأعمال دكتورة هندي لتل مايك للانتقال إذا ممكن إلى الجلسة أو المحور الثاني أشكرت دكتور خسن كشريك استراتيجي وشريك نجاح لهذا المؤتمر أو المحتل العربي الخليجي الذي يمطلق سنويا من دولة الكويت منارة العلم والثقافة ويعتبر هذا المشكل هو المؤتمر منصة حوارية وكذلك ترصة لمد جسور التعاون الخليجي العربي وعمل الشراكات الاستراتيجية هذا المؤتمر يعني تم من مخرجاتك الكثير والكثير من الشراكات الاستراتيجية على مستوى الدول الخليجية وعلى مستوى الدول العربية وعقدت يعني كنبول صفقات وعقدت مؤتمرات ودورات تدريبية وأمور كثيرة استفادت منها الدول واستفادت منها الحضور والمتحدثين معا اشتركوا في القناة